موسيقى عرض بالي ورقص تعبيري وجنباز إقاعي أشعل خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في السلامية ضمن أيام الثقافة السورية بعنوان الثقافة أصالة وتجدد بحضور شعبي كبير للأهالي والأطفال أطلقنا فرقة البالية الخاصة بالمركز الثقافي العربي في السلامية كانت انطلاقة موفقة بإذن الله كانت العروض رائعة ضمنت الفرقة حوالي 21 راقصة تتراوح عمارهم بين الأربع سنوات والخمسة عشر عاما فعليه كان جميل جدا إلى مزيد من التألق إلى مزيد من النجاح كونه نحن حاليا تحت عنوان الثقافة والتجدد حسيت البالية بتعبر عن ثقافة الشعوب وفعلاً عنا مجتمع مثقف وواعي فحبيت إدخل هذا المجال وبلشت بالصالح شوي شوي لحتى وصلت لهون بهذا العرض اللي إن شاء الله يكون عند حسن ظن الجهور وبيعبر كمان عن مستوى بسلمية فعلاً في وعي في رقي حبيت أنه دخل أو أعبر أو طلع هاي الصورة لها البلد لها المدينة الراقية بهذا العرض الحلو العرض الذي رافقته الموسيقى الكلاسيكية المتنوعة تضمنا عدة فقرات لفرقة المركز الثقافي اتصفت بالرقي والتقنيات العالية واللياقة بالإضافة لاختيار الأزياء المميزة وتم تقديم الهدايا للفرقة تعبيراً عن الشكر لرسم هذه اللوحة الفنية الراقصة على خشبة المسرح هذه الفعالية اليوم كان هو الرقص البالي والجنباز شفنا يعني عودة الحياة فعلاً إلى سوريا من خلال هيك فعاليات عودة الفرح للأطفال مثل كان الفرح بعم بكل المركز الثقافي من خلال هالفعالية اليوم كان عروض رائعة جداً قدموها الأطفال دليل هذا تعب دليل جهد مبزون من قبل فرقة المركز الثقافي اللي كانت اليوم هذا العرض فعلاً يستحق ويمكن أن ندعيه كطوق الياسمين رأينا فيه مزيج من حركات البالي والرقص التعبيري والجنباز الإيقاعي نستطيع المشاهد من خلاله أن يتابع أو يعبر عن عواطفه وأفكاره وشعوره ونعبر أيضاً من خلاله إلى وعي ثقافي فني وجمالي يمكن أن يسهم في انضاج وعي المتلقي وذوقه العام تبقى أيام الثقافة السورية نافذة لمحبي الفن والثقافة وبوابة لتقديم كافة المشاريع الثقافية والفنية والأدبية